في إطار حرص الدولة على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر يأتي الإصدار تماشياً مع استراتيجية الوزارة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً شاركت مصر ممثلة في وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيدة في جلسة رسائل من الإقليم الجغرافية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيورك وخلال الجلسة استعرضت وزيرة التخطيط التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19 مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة بالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية لها آثار بالغة على الدول موضحة أهمية تمثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقراً في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة والتحسين نواية الحياة العامة للمواطنين تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الموقف في مختلف محافظات الجمهورية في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البطولية وأشار شعراوي إلى استمرار المحافظين والقيادات التنفيذية في الجوالات الميدانية على مدر اليوم الثاني لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس للوقوف على مدى التزام الثائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة وذلك بعد اعتمادها لافتاً إلى انتظام سير العمل بالمواقف ومحطات البنزين بصورة طبيعية والتعامل بحسن مع أي شكاوى للمواطنين تفقد محافظة القاهرة خالد عبد العال عدداً من مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة من بينها موقف عبد المنعم رياض والألف مسكن وأكد محافظة القاهرة أنه تم وضع تعريفة عادلة روعية فيها مصلحة المواطن والسائق مشيراً إلى أن الارتفاعات كانت طفيفة وجاءت لمواجهة تدعيات الأزمة العالمية وطالب محافظة القاهرة المواطنين بالإطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة في كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالين مشيراً إلى أن الزيادات في أغلب خطوط موقف عبد المنعم رياض لم تتجاوز 25 قرشاً تفقد نائب ومحافظ شمال سيناء هشام الخلي محطات الوقود والموقف العام بالعريش للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوبة الجديدة وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأكد الخلي على التزام السائقين على مختلف خطوط السفر بتعريفة الركوبة الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي أسواق المعاد النفيسة شهدت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 1.2% حيث سجلت أوقية الذهب 1713 دولاراً أما محلياً فقد تراجع الذهب 10 جنيهات على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي مما انعكس على أسعار الذهب في مصر وسجل عيار 18 نحو 848 جنيه للجرام وسجل الذهب عيار 21 نحو 990 جنيه للجرام في حين سجل عيار 24 1133 جنيه ووصل سعر جنيه الذهب إلى 7920 جنيه وإلى أسواق النفط العالمي حيث أنهى أنظفت الخام تعاملته على تراجعاً وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت في آخر التداولات الرسمية بنسبة 2.1% ليصل إلى 99 دولاراً و37 سنة للبرميل كما تراجعت العقود الأجلة لخام الأمريكي الوسيط بنسبة 2.15% ليصل إلى 95 دولاراً و93 سنة للبرميل أما أسعار المزوت فقد ارتفعت عالمياً بنسبة 31 من 100% لتصل إلى 3 دولاراً و91 سنة للتر وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.68 من 100% لتسجل 8 دولاراً و32 سنة لكل مليون وحدة حرارية تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه المجلس الاحتياطي الابتحادي البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد اتفاع النحادي في معدل التضخم في الولايات المتحدة في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة وهبط المؤشر ستوكسي 600 الأوروبي 3.18% وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس بعدما أثرت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي للتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر ختم أخبر المال والأعمال وعودة المرة أخرى إلى أيها وصحر إليكما ترجمة نانسي قنقر